السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري أنفسنا ومسيئات عمالنا من يهدي الله فلم ضل له ومن يضلل فلا هدي أله بإذن الله ثم أما بعد بعد الصلاة والسلام على سعيد المحمد عليه الصلاة والسلام ندى حلاتنا على بركة الله تعالى النشر الأمور ومحدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما أقل وكفى خير مما كثرة وألها اللي بيتجوز في البلد دي ويبقى سعيد أكيد مش هيحكي لك ساعته والتعيس أو الحزين أو اللي متعذب مش هيشكي لك على العذاب بالعكس ده هيقول لك عشان منظره برضو ده أنا من أيامها من المغرب ده أنا ماشي براتي على الحبل وعيالي بيسمعوا كلامي بعد ده ممهاربي على فكرة هيجذب ويقول لك كل حاجة العكس ولما خلاص طفح الكيلو وهيطلق وبتعبه في الحالة دي بس هتسمع شكوية فلذلك أنا ما بسمعش في القناة أو ما حدش بيجي للقناة إلا ما يكون جاي بأخر مش محتاج بقى لا يزوق ولا يعمل ولا يتظهر وما هوش سعيد طبعا وإلا ما كانش جايه اشتكالي لأن هو مشكلته ما بتتحل ويرجع يبقى سعيد بيبطل يتواصل معايا أو معايا حد أنه بيوم تواصل معايا أكتر من قناة وأنا عارف فأكتر من يوتيوبر فأمتى تسمع الشكوى هي في الحالة دي أما يكون جاي بأخره أما يكون في مصيب أما واقع في مشكلة كبيرة في مشكلة بقى إيه من بقالها يمكن سنتين أو أكتر أن بعض العرب أكيد اللي هيجي اللي في القناة يسألني على مشكلة خاصة به مع زوجته أو مع الإقامة أو مع الجنسية أكيد غالبا هيكون 99% هيكون عربية فالعرب اللي بيقدموا على الإقامة المؤقتة أول مرة بيطلبوا منه تعال أنت ومراتك وهنعمل لكم انترفيو كل واحد لوحده يسألوا يسألها اتجوزتوا تاريخ كام أمه اسمها إيه أختها اسمها إيه اسم العيلة بتاعت أمها إيه عندها كم أخك عندها كم أخت اتعرفتم فين عندك على التليفون صور لكم مع بعض في صور الفرح عملتوا فرح صح فين صور الفرح طب في فصح مثلا شهر العسل مثلا قدته اتفسحته في أي حتة مع بعض في صور ليه وروني إثبتوننا أن ده مش جواز نفعي أو جواز مصلح ده في الإقامة المؤقتة وفي الإقامة الدايمة وفي الجنسية بالأحرى لدرجة أنهم بيقولولهم هتكتبي إقرار أنت الزوجة وإنت هتكتب إقرار أنكم مش جواز نفعي وبعض التفاصيل كده هيكتبوها بالإضافة عايزين صور ليكم من الفرح هتتبعوها لنا ثلاث صور كده في ورقة إيه فور ولا حاجة ولا وش وظهره بتاع وهنرفقها بالملف بتاع تقديم الجنسية بتاع الجوزك فهيجي واحد يتخانق مع امراضه وتطرده من البيت قبل ما يعمل الإقامة الدايمة أو قبل ما يعمل الجنسية يا لا خلاص بقى في مصيبة بقى في مشكلة طيب في واحد يقول لي طب الإقامة المؤقتة يعني دي في البداية إزاي يعملوا كده يعني في الجنسية نفهم أن أنت أخذ الجنسية بتقدم عجنسية بالزواج فأحب أقول له ليها مخرج ما تقلقش الإقامة الدايمة يقول لك طب الدايمة ما لازم بالزوج أقول له لا قسف يعني أصلا أنت مدام خدت الإقامة المؤقتة دي معلومة برضو للناس اللي برضو مش واخد بالها و الموضوع ده كتير عارفينها بس قلالين مش عارفينها فبقولها لهم بعد ما بتاخدوا الإقامة المؤقتة من حقا بتقدم على الإقامة الدايمة بعد إقامة سنة بالإقامة المؤقتة في روسي تقدر تقدم على الإقامة الدائمة وإنت معاك المؤقتة مش محتاج الزوجة إنت محتاج بس إيه يكون ليك دخل تشتغل رسمي أو غير رسمي بس تثبت أن معاك دخلي في وديعة في حاجة والموضوع ده اتكلمت فيه قبل كده فإنت محتاج يبقى معاك عمل فقط وبيت الأوراق والتحاليل الطبية وخلاص وأيام الكورونا كان لازم تاخد الفاكسين إجباري فده كان المطلوب للإقامة دائمة مش مطلوب زوجتك واللي كان بيروح بزوجته يقولك أنت جايبها ليه لأن الإقامة الدائمة لا تحتاج الزوجة فالتخط الإقامة المؤقتة بس يكفيك لو عندك مشكلة مع زوجتك ممكن تعمل الإقامة دائمة فيش مشكلة طيب أما هي بقى بقى خلاص عايز يقدم على الجنسية عدى ثلاث سنين بقى أهو يعني بقى لثلاث سنين متجوز وعايز أقدم على الجنسية بس متخانق معامراتي ما تطلقناش آه بس متخانق معاه فمش هتيجي معاه في الجنسية أعمل ايه أقوله هي كده عطلت بس مش قوي يعني لسه فيه أمل يقوله إزاي بقى خلاص كده ما فيش جنسية باي باي انسى بقى لازم أتجوز واحدة تانية وأعد ثلاث سنين وأعد من العداد من أوله جديد يعني أعد ست سنين ثلاث سنين عدت مع الأوانية وتلاث سنين مع التانية ايه ده أقوله لا لا أنت مش في حتك توعد الوقت ده يقوله لأن اللي معاه الإقامة الدائمة لمدة خمس سنين من حقق يقدم مع الجنسية يقولك ايه آه أعدت فلوسيا خمس سنين ومعاك إقامة دائمة مش لازم تععد في الخمس سنين يعني ما كان معاك الإقامة المؤقتة مساعدة الإقامة المؤقتة أعدت وطلعت بعد كده دائمة وأعدت فلوسيا خمس سنين بعد الخمس سنين من حقك أنك تقدم على الجنسية مدام معاك يقام دايما اللي قام المؤقتة زي ما أنتوا عارفين صراحيتها 3 سنين فمعاك يقام دايما وقعت فلوس يبلغ 5 سنين قدم على الجنسية على طول ولا مرتك ولا بتاع يقول لك بتشتغل ما بتشتغلش استلف فلوسه وعمل وديعة وقول لهم أدي فلوسه وبصرف على نفسي وأنا عايش أهم أجر بيته بتاعه ساكن فين وعمل رجستراتسة زي الباشا وخلاص مش عارف تعمل رجستراتسة صاحب البيت مش عايز يديها لك ولا عايز يعملها لك رجستراتسة بتاعة الجنسية أو المطلوبة للجنسية بتروح تشتريها بخمس ست تلف ولا بعشر تلف روبل بتشتريها بقى مكان هم مطفين عليه سجلين عليه جيمية واحد وبتاخد بيه الجنسية وتعدي بعد تقارب بنا يكرم بتشتري الرجستراتسة فدي المشاكل اللي بنواجه لكن في المشكلة الأكبر بقى أما يقول لك لا لا أنا خدت الجنسية خلاص مثلا أو ما فيش مشكلة بس في مشكلة بعض زوجة عايزة نطلق ده الخطر بقى اللي بقول له لا خلي بالك بعد ما خدت الجنسية بالجواز ما ينفعش تطلق بعد الجواز على طول وبعد قصد الجنسية على طول لأن الشرطة هت يعني هتدور وراك الجهات الأمنية هتقول لك آه ده يبقى جواز نافعي بقى أول ما خدت الجنسية تطلقه رغم أن امراته هي اللي عايزة تطلق ساعات برضو واحدة تقول لك بص أنا مش هلبس حجاب وانت عايزني ما قابلش رجالة لا أقابل رجالة وهسهر معاهم ودول أصحابي من أين مدرسة دول أدنس كلاسنيكي ومش هلبس برانجي البرانجي ده اللي هو الحجاب فمش هلبس حجاب فمش شيء بالشيء يسكر مرة كان واحد تعرف على واحدة روسية في دبي وقال لها أنت شغالة إيه فقالت لنا رقاص برقص يعني رقص استعرادي فالمهم بعدها في فترة هو مش فهم يعني الكلمة اللي هي قالتها فأبقال لها أيوة اللي هو إيه بقى قلت له برقص برقص لحد ما تجوزه خلال أنا هتم بإيه بقى شغالة في إيه اللي هو تعرف عليها إنها بيعة لكن أقلت له أنا شغلي الأساسي الرأس فالمهم اتجوزها وبعد كده بقى بيعرف عيلته عليها في بلده يعني فبيتكلموا فالمهم بيقول لها وانت كنت بتشتغلي إيه فقالت كلمة كده يعني أو معنى أبيح يعني فاللي فهمها جوز بنت خلته كانوا وعدين في نفس القاعدة فعملوا فضيحة في العيلة هي البنت بتغذر بتقول له قبل ما اشتغل رقصك وتشغل برستوتك فهو ما يعرفش عن إيه الكلمة دي فقى دي حكا كأنه فهم فويه بتضحك يعني بتغذر فسمعها ده وفتكر إنها بتتكلم جد قريب وده ويزر نقره من نقر ولا إيه فضحوا في العيلة قال لك إيه ده ده مجاوز أحدا كتشغالها عاهرة في الدبي إيه ده وبتاع وطبع ما قالش العيلة إنها كتشغالها رقاصة فالمهم يعني فدي برضو إيه من عدم فهم اللغة أحيانا بتعمل فضايح أحيانا مشكل واحد برضو إيه كان فهم إن مراته حاجة كده وبتاع وأبوها وظيفة فطلع الوظيفة دي حاجة تانية خالص هو في سماحها حاجة وعمل إنه فهم وهكذا فبرضو إيه يا جماعة نتأكد من المعلومات المهمة اللي بتقولها الزوجة أو البنت اللي أنت هتتجوز أو الست اللي هتتجوز طيب نيجي لعاخر الحلقة بقى المشاكل الزوجية اللي هي بتبقى مقفولة ضبا ومفتاح وملهاش حل ويبقى خلاص يعني عارف متعلق بأشياء متعلق بزوجته وهي دي سبب وجوده في الحياة في الروسي فيه يا أخي قبل ما ييجي اليوم ده عارفين إن مع عظمك وناس كتيرة بتختار غلط ويقول لك وأنا كان قدامي خيار هو كان قدامي البنات مرصوصين كده وأنا اللي قلت لأ صحيح أنا عارف فيه ناس كتيرة يقول لك أنا كنت لأ لا عارف لغة ولا عارف تعالى وأول واحدة ها جابت معايا كلام وفقت تتجوزني كانت هي دي محدش يفاصل معايا بقى ويقول لي أصلاها مش مسلمة أصلا مش محجبة أصلا بتلبس قصير أصلا بتشرب خمرة أصلا بتشرب سجاير لا أصلا هتنفصل قريب وفعلا ننفصل قريب يا جماعة ما عنديش خيار تاني كنت حموت وأتجاوز أعمل إيه أعمل إيه ما عرفتش أصبر وأصبر إيه أنا عندي 35 سنة أصبر فين تاني أنا فطبعا لما أحد يقول لي كلمتين دول هقول له إيه يعني قدر الله ما شاء فعل ويعني لو كنا ارتكبنا حرام أو خطأ في الاختيار فنتحوط إليه قبل ما نتكت وما تظهر نحاول نصلح منه شوية أو نعدل فيه أو نهذب فيه يعني إيه يعني ما بقاش معتمد قوي على الزوجة خلاص أنا رحت روسيا وعارف إن أنا لا بعرف لغة ولا بعرف ثقافة ولا عارف حاجة ولا عندي إنجليزية حتى والدنيا خربانا معايا ودي هي نبع الحياة طب أنا بقيت في روسيا طب مش هتعلم بقى علشان ما بقاش معتمد عليها علشان يوم ما اتطلقني ولا ترميني في الشارع أبقى عارف أتصرف لكن سايب نفسه كده أنا جيت على البلد دي عبيت ما عرفش حاجة وهفضل عبيت ما عرفش حاجة لمدة 4 سنين لحد ما ترميني في الشارع وحتى فيه ناس بيبقى معها الجنسية الروسية وبعد ما مراته تقول له خلاص مش عايزاك ويتطلقه يبقى العارف يتفاهم لغته ضعيفة جدا ولا عارف يلاقي نفسه شغلة ما هي اللي كانت بتجيب له الشغلة ولا عارف يسكن فين ما هي اللي كان ساكم شقة ما عرفش يأجر نفسه شقة ما عرفش يعمل أي حاجة ما عرفش يأكل نفسه ما عرفش يطبخ يا نهرب قعد بلاطة يا جماعة فعشان كده بقول لك عشان المشكلات دي تحوط ليها مسبقا انت عارف كويس وانا عارف ان اختيارك غلط وانا هيجي في يوم وتنفصله واناك مش هتستحمل او هي اللي مش هتستحمل وتقول انا رضيت بالهم والهم اللي مش راضي بقيا فقبل ما ييجي اليوم ده يا ابن الحلال زبط نفسك ورسخ رجلك في البلد هتقرشك بيدك اعرف هتسكن فين اعرف تأجر شقة تأجر قوضة حتى تعرف تسكن فيها بعد ما تنفصله تعرف تجيب هدومك بنفسك تعرف تجيب اكلك بنفسك تطبخ اكلك بنفسك تعرف تلاقي شغلة نفسك تبقى ليك اصحابك الروس اللي يزبطوك اللي يعرفوك طريق اي حاجة ما تتصل بيهم ينجدوك في نص الليل اي حاجة كلامي خلص يا رب يكون كلامي واضح وما يكونش جارح سبحانك اللهم بحمدك اشهد والله اله الاستغفرك واتوب الي شوفكم على خير في حفظ الله سلام عليكم امان